وقعت هيئة الاستثمار مع غرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم لافتتاح مكتب الاستثمار في الصين في مدينة شانجهاي لتجيع الاستثمارات الصينية في الأردن والصادرات الأردنية إلى الصين وأعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني إطلاق التطبيق الإلكتروني للهيئة الذي يتيح فرصة للرياديين لوضع أفكارهم على خارطة الاستثمار في الأردن والتواصل مع المستثمر مشيرا إلى أن الهيئة ستطلق قبل الثلاثين من حزيران المقبل خدمات إلكترونية للتسهيل على المستثمر التواصل مع الجهات الحكومية كما أعلن بدء العمل رسميا بتعليمات نظام تظلم المستثمر والذي يطبق لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويهدف إلى معالجة أي مشاكل تواجه المستثمر دون تحمل أي كلفة أتحدث اليوم عن تطبيق مهم يتمثل بتطبيقات عالمية تقدمها هيئة الاستثمار في الأردن لأول مرة في المنطقة وهو إطلاق تظلمات المستثمرين وهي عبارة عن ألي لمتابعة قضايا المستثمرين فيما يتعلق بالقضايا الرسمية أو ما يشير إلى حاجته إلى إبراز وجهة نظره أمام الجهات الرسمية في تعاقدات حصلت اليوم هذا الإجراء الآلية أصبحت فاعلي في المملكة الأردنية الهاشمية وشير إلى أنها الأولى في المنطقة الكاملة وهي نموذج مميز للتواصل بين المستثمر وإنصافه أمام بعض القضايا التي يشعر أنه بحاجة إلى إنصاف فيها أيضا اليوم نطلق تطبيق ذكي هذا التطبيق مميز لأول مرة يضع جميع الفرص الاستثمارية في المملكة هذا التطبيق أيضا يتواصل مع المستثمر يسمع صوت المستثمر يقدم له الاستشارة في مجال الاستثمارات ويعطي الخبرة الاستثمارية في الأردن والمعلومات الاستثمارية